كرة القدم الطوبة الرياضة الأشهر بالعالم بلا منازع على الكوم بنسبة متابعة بلغت ثلاثة ونص مليار إنسان هذا حسب أطلس العالم اشوكت ومنين بدأ اسمي المجتبة واليوم موضوعنا عن اشوكت بدأت كرة القدم وين أكو سؤالي هواية شائعة عندنا بأن محبي كرة القدم الاعتيادين حول مصدر بداية كرة القدم البعض يعتقد خطأاً أنه هاي الرياضة بدأت بشواطئ البرازي وهذا بسبب شعبية البرازيل بهاي الرياضة بعد نيلها خمس كؤوس عالم وهذا الاعتقاد طبعاً أبداً مصحيح أما البعض يقول أنه كرة القدم اخترعوها الإنجليز لأن هم اللي نظموا لها قوانين وبأرضهم اللعب أول دوري بس السؤال اللي نريد نجاوب بهذه الحلقة هو وين وش وقت اللعبت كرة القدم للمرة الأولى وشنو أهم مراحل تطورها ووصولها لهذا الشكل الحالي خلينا اليوم نبدأ ندور على أصل هاي اللعبة رجوعاً للماضي ستيب باي ستيب وقبل ما نبدأ خلينا نتفق على نقطة وحدة أنه كرة القدم الحالية بشكلها الحالي الدين بالتأكيد لبريطانيا بأغلب عناصرها أما البرازيل فهي دولة استوردت هاي اللعبة في وقت متأخر بأمارة أنه أول كرة قدم اللعبة خارج حدود بريطانيا بأمريكا الجنوبية كانت بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية وليس البرازيل وهذا كان بتاريخ عشرين ستة عام الف وثمانمية وسبعة وستين وبذلك تكون الأرجنتين هي أول مستورد لكرة القدم من بريطانيا لكن شلون وصلت كرة القدم الشكلها الحالي خلينا نشوف طبعاً حسب الموقع الرسمي للفيفا فأقدم ممارسة لكرة القدم إن وجدت بالصين خلال القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد حل وتحديداً خلال حكم سلالة الهان الشهيرة وهذا طبعاً حسب ما تشير السجلات والآثار التاريخية اللي وصلتنا اللي كانت تحتي عن لعبة اسمها السوجو ومعناها حرفياً كرة الركل رغم كان أكو لعبة كرة قبلها بفترة طويلة اللعبت بأمريكا الوسطى اسمها الأولو مالزيتلي وهايا كانت لعبة كرة إلها نماذج عدة لعبتها حضارات أمريكا الوسطى قبل أكثر من 2500 عام وأشهر نموذج منها هو رمي الكرة داخل أسطوانة معلقة على الحق بس الأولو مالزيتلي ربما كانت تشبه كرة السلة أكثر من شبهها بكرة القدم فخلينا نعتبر السوجو هي لعبة كرة القدم الأقدم تعالي معاود جيبت شاي ورانا هواي حاتشي ريقني رح يبس بالي كافي لا تشلب لا تشلب عوفوه لحد يشجعها روح أطلع 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 بابا أطلع الذكاء الصناعي ورطنا والله دمرني روح 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 وراء يا حاتشي روح الكرة اللي كانت تلعب بيها هاي اللعبة كانت تنصنع من قطع تيم جند يتم حشوهم بالريش ويتخيطن حتى يصير انطوبة ولعبة السوجو تغيرت وطورت هوايا عبر الزمن وكانت لعبة شديدة التعقيد بحيث كانت ممكن تلعب بطريقة تعاونية أو تنافسية وتلعب جماعيا أو فرديا وغالبا ما كان يلعبوها لغايات جمالية بحتة جمالية بحتة يعني للكشفة بينما كانت النسخة غير التنافسية من اللعبة اسمها بايدا وكانت تتلخص بأن يطبق اللاعب مجموعة من المهارات الفردية للسيطرة على الكرة وهاي المهارات كان اسمها زيتشو يعني جنابك إذا تعرف التك تك بالطوبة معناها أنت تمتلك مهارات الزيتشو الجماعة بالك نين جامل ولي وعي طوبة أما النسخة التنافسية فكانت تلعب بين فريقين ينافس بعضهم البعض حتى واحد منهم يفوز وأكو قصيدة لشاعر صيني اسمه ليو يوصف بيها هاي اللعبة اللي كانت اللعب تنافسيا ويقول الشاعر أنه كان عد كل فريق نص درزا مرامي طبعا مرامي جمع مرمى والمرمى كان شكله يشبه البدر أنا ما أقول غير الله يساعد القولش الصيني على الست قوالة بوقتها وأكو نسخة ثانية كان المرمى ينحط بيها بنص الملعب بشكل دائرة على ارتفاع معين مثل ما تشوفون بس الباحث بشؤون كرة القدم الأرجنتيني لوثيانو وورني يقول بكتابه دعش ضد دعش أن السوجو ما كانت هي لعبة كرة القدم الوحيدة بالعصور القديمة بل كانت أكو عدة نسخ من اللعبة عد مختلف الشعوب والأمم مثل لعبة إبسكيروس عد الأغريق اللي كانت تلعب بالقرن الرابع قبل الميلاد ومنها تطورت لعبة الهارباستوم عد الرومان وهي لعبات تنافسية كانت تشبه إلى حد ما لعبة كرة القدم الأمريكية اللي احنا نعرفها اليوم كذلك لعبة الكيماري عند اليابانيين اللي استوردوها من الصين ولعبوها بحدود القرن السادس ميلادي وكانت تلعب جماعيا بالمهرجانات بدون تنافسية والهدف كانت تك تاكي وبعض الأمور الجمالية وحسب ما يقول وورنيك فكل هذه الألعاب اللي كانت تسمح باستخدام اليد وأجزاء معينة من الجسم لركل الكرة كلها تعتبر الأسلاف السحيقة لكرة القدم اللي نعرفها اليوم لكن كرة القدم اللي نعرفها ونلعبها اليوم ازدهرت واتطورت وانصنعت ببريطانيا خلال العصور الوسطى بس السؤال هو شلون وصلت البريطانيا من الأساس وبهذا الخصوص أكو أكثر من رواية ينقلها السيد وورنيك في كتابة دعش ضد دعش ومن هاي الروايات وحدة تقول أنه أول كرة انطبت على قاع بريطانية اجت ويا يوليوس قيصر وكت ما دخل بريطانيا بس رغم كل الروايات من شبه المتفق عليه أنه كرة القدم وصلت لبريطانيا من خلال الرومان أو على الأقل بسببهم وبعدين اللعبة استمرت بالتطور ببريطانيا ابتداء من العصور الوسطى وظهرت من عدها أشكال متنوعة بعضها كانت معروفة بأسماء مثل كرة قدم العامة وكرة قدم الرعاع وكرة قدم الجمهور وكل هاي الأشكال انطوت على استخدام الأقدام والأيادي للعب هاي الكرة وكانت تلعب بفرق متكونة من 20 إلى 50 لاعب يا بدفوتي مموتيني وأحيانا كان يوصل عدد الفريقين اللي يلعبون إلى مئات اللاعبين ويلعبون بكل قاع توقع عليها إيديهم ووحدة من أشكال المباريات اللي كانت شائعة هو لعب فريقي من المتزوجين أمام فريق من العزاب أعتقد العزاب أكيد رح يفوزون بهالحالة وبصورة عامة ما كانت أكو قوائم أو عوارض تحدد المرمى لكن الهدف وقتها كان الوصول بالكرة إلى شجرة مثلا أو جرف جدول أو حتى مركز قرية معينة لازم تنحط به الكرة وعلى هذا المنوال أخذت كرة القدم تتطور ببريطانيا وهذا كان نتيجة حيازتها على مكانة خاصة ومرموقة عد عامة السكان وما نالت اعتراف السلطات الرسمية بيها وقبولها إلا بمنتصف القرن التاسع عشر أما قبل القرن التاسع عشر فكانت السلطات الرسمية والأعراف الملكية تعتبر اللعبة شكل من أشكال القبح والتفاهة بحيث القرن الرابع عشر شهد إصدار ثلاثين قانون محلي وملكي يحضر أو يجرم ممارسة كرة القدم بمختلف المدن البريطانية إلى أن أجه الملك إدوارد السادس عشر وأصدر مرسوم ملكي بحضر اللعبة حضر تام بعد ما سببت وحدة من مباريات كرة القدم بنشوب معركة حامية الوطيس بأنبلتين محليتين بسنة 1548 وبمرور الوقت المدارس والجامعات البريطانية كلها تبنت كرة القدم وهذا مع رياضات أخرى تستخدم الكرة في نوع معين من أنواع التمارين اللي تقوي عظم الطلبة وتعزز مستوى المنافسة عندهم وبهالطريقة اترعرعت كرة القدم بالمدارس البريطانية خلال العصور الوسطى مع الأخذ بالاعتبار أنه الكرات بذاك الوقت كانت بعدها تنصنع من أحشاء الحيوانات اللي هي قابلة للنفخ ومغلفة بطبقات من الجلد لذلك شان ثقل وزن الكرة يصعب ممارسة اللعبة دون لمسها بلية حتى تندفع أو تنظره وهذا أيضاً شان واحد من الأسباب اللي يخلى كل مدرسة تخلي قوانينها الخاصة لللعبة وراح يستمر الوضع على هالشاكلة لحد سنة 1855 لما نجى المخترع الأمريكي شالز جوديير خلال معرض باريس الدولي وقدم للعالم كرة مطاطية قابلة للنفخ سنة 1866 اشترت شركة ليلي وايتس اللندنية صراع السيد جوديير وصنعت أول كرة قدم بنفس الوزن والأبعاد والقياسات اللي لا زالت تستخدم إلى اليوم بصناعة الكرة وعلى طاري لندن فبعض المؤرخين يقولون أنه أول مباراة اللعبة بمرمى تسدد عليه وتحط به طوبة كانت بلندن سنة 1681 والرواية تقول أنه هاي المباراة لعبة بقصر كلارندن التابع لأحدى الدوقيات البريطانية بين فريق خدم الدوق وفريق خدم الملك شارز الثاني ولأن من الساحة كانت ضيقة عليهم والحيطان ما كانت ما لتسدد عليها الطوبة حيطان دوق مو حيطان جيرانكم عافوا والحايط ما تدوق وقرروا يستخدمون الباب مع القصرة هم نعمة كمرمى للأهداف وفي رواية أخرى فنظام اعتماد المرمى هذا شاع بالقرن 18 والقرن 19 بداخل المدارس البريطانية لما كانوا الطلاب يستخدمون أبواب الصفوف كمرامي للأهداف وهسا صارت عدنا طوبة وصارت عدنا مرامي نسجل بيها الأهداف وهذا الحشي بعد 3000 سنة من اختراع اللعبة وهمنا بعد نبولها السالفة ظلت تايهي وكل واحد يجي ويلعب بالقانون اللي يعج ولينكرة القدم غالبا تلعب بمدارس بريطانية فبعض المدارس كانت تعتمد من 18 إلى 20 لاعب بكل فريق مع استثناءات قليلة مثلا مدرسة شوزبري كانت تعتمد 12 لاعب بكل فريق وكانت المباراة عندهم تنتهي لما ينجح أحد الفريقين بتسجيل فارق هدفين وما داعش هنانا على اللعبات الطوبة اللي كننلعبها على التبليط بالحر وتنتهي ويا أذان المغرب أو من يبطل أبو الطوبة فكانت تتمثل بثلاث مدارس يعتقد بعض المؤرخين أنها الإجابة الشافية لسؤال ليش كرة القدم تلعب داعش ضد داعش مو 20 ضد 20 أو 12 ضد 12 مدرسة تشارتر هاوس ومدرسة هارو ومعهد إيتون ثلاثتهم يعتبرون من المدارس المرموقة والعريقة اللي تأسست خارج لندن وبهاي المدارس كانت كرة القدم تلعب بين فريقين كل واحد من هاي الفريقين يتكون من داعش لعب وهذا الرقم ما إجا من صدفة لأن غرف الأقسام الداخلية بهاي المدارس كانت تحتوي على داعش طالب بكل غرفة وموضوع الرهانات والتحديات شامفتشي كل الشائع بين طلاب الأقسام الداخلية بحيث كانوا يلعبون غرفة ضد غرفة يعني بمعنى داعش ضد داعش سنة 1840 شهدت كتابة أول لائحة قوانين كرة قدم بالشكل الحالي على يد طلاب من جامعة كامبرين لتعريف قواعد بطولات كرة القدم بين المدارس والمعاهد والكليات وعلى الرغم من أنه لائحة القوانين هاية كانت فقيرة وما تتناول غير قواعد لمس الكرة باليد وما يجي أي طاري بيها لمدة كل مباراة ولا حتى عدد لاعبي أي فريق ولا قضية الحكام ولا قضية حراس المرمى بس كانت هي الحجر الأساس اللي تطور لاحقا وانضافت لقوانين وقوانين إلى أن وصلنا الشكل القوانين الحالي أما بسنة 1860 بتاريخ 26-12 اللعبة أول مباراة رسمية يخوضوها فريقين اثنين هم يحملون اسم نادي ويلعبون وفق قواعد وقوانين رسمية وفي ملعب رسمي والفريقين هم شيفيلد ونادي هالام واثنين هم كانوا متأسسين بمدينة شيفيلد علما أنه هذه المباراة اللي تعتبر أول مباراة رسمية بين فريقين اللعبة وكل فريق منزل من فريقه 16 لاعب أدري طالعي لي كل فريقه ب16 لاعب يشعدكم عراضة دقة عشائرية ومنها كظلة القوانين تنظاف حسب مبدأ التجربة والخطأ وكل ما تصير حالة جدلية باللعبة يطلعون بقانون جديد يقالجها ولا زال الموضوع إلى اليوم ماشي بمبدأ التجربة والخطأ اشتركوا في القناة